أصبح أولاد المسلمين يخاف الواحد منهم من ضلطة من أين الجن لهم سيطر على عباد الله من غير أمر الله ما نقول إن الجن لا يؤثرون لكن اعتقاد أن لهم سلطة وسيطرة بحيث إن اللي يضي أثر فيه أثر فيه هذا لا ما يعتقده المسلم نعم الجن لهم أثر الجن لهم تأثير أنا ما ينكر ولكن نعتقد أن ذلك بأمر الله وحده ولا سلطان لهم على أحد أبدا والمسلم بهذه العقيدة يمشي مطمئنا واثقا أنه وإن وضع كل الوقايات وكل الحصون الحصينة أمامه ليقي نفسه من قضاء الله وقدر من يستطيع ما للجن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأخلاق وسلوكياته إن هذا حتى في الأشياء العادية يمر النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار مائل فيسرع الممر قال من الممات فجأة أخاف وذا صحيح ما به خلاف يمر تحت جدار عليه الصلاة والسلام مائل فيسرع بالمشي فيقوله صحابي من صحابته الكرام قال يا رسول الله أتفر من قضاء الله يعني إذا كان بيطيح مقدر ربك أن يطيح عليك بيطيح عليك وإذا ما مقدر ما بيطيح ليش تهرب من تحت الجدار فقال عليه الصلاة والسلام بل أفر من قضاء الله إلى قدر الله يعني أفر من قضاء الله إلى قدر الله فإذا كان قدر للسلامة أخذ بأسباب السلامة وأسرع لأن الله تعالى جعل لكل شيء إيش سببا فما أجي أنا ذكره لذلك يروى أن الشيطان جاء لمعيسى المسيح عليه الصلاة وقال له يا عيسى ألا تعتقد أن الله اللي يريد يكون اللي يريد ما يكون قال بلى قال طيب روح فوق قمة الجبل هذا وألقي بنفسك من قمته فإذا مقدر أنك بتموت والتعور بتموت والتعور إذا ما مقدر ما بتموت والتعور قال يعني تباني أمتحن ربي يعني إبراء عيسى يقول تباني أمتحن ربي اللي مقدرن إذا كان فعلا مقدر لهم مقدر إن العباد لا ينتحنون ربهم العباد لا يختبر الله إن فعلا شيء قضاء وقدر لما شيء آمنا وصدقنا فأقول هذه الفكرة فكرة أن الجن يعني لهم سيطرا على العالم لهم هيمن على الناس لا هذه ليست من عقيدة المسلم بل إن المسلمين أصلا ما كلهم التفقين إن الجن سيطر المعتزلة مثلا مذهب مذهب المسلمين المعتزلة هذه العقلانيين يعني يعتمدوا على العقل يقولوا إن الجن هذا لا تأثير لهم على البشر أبدا ولا يتمثلوا للناس ما يظهروا لهم أبدا تعرفوا إيش نتيجة هذه العقيدة اللي يربوا عليها ويربوا عليها أولادهم يقول أحمد أمين صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام يقول من آثار هذه العقيدة إن أولاد المعتزلة طرش أي ولد منهم في أي ظلمة حتى في المقبرة في الليل مصر الليل بيمشي فيها تعرف ليش لأنه ما يخاف إنه يطلع لجنه يصعه من المقبرة هذه الفكرة أصلا ما موجودة عنده إن الجن يمكن يأثر فيه خلي أولاد نحن هنا يطلعوا سوديهم هذا ما يسلم مقبرة يطلع يمشي في سكة ظلام في الليل في السكين هذا منظلة هذا سنور يصرخ منصوب يصرخه منصوب ليش لأنه رهبان من الجن بل إحنا عندنا عقائد إن حتى الأموات رهبوا منهم ميت مسكين ميت دفئين ومن ورائهم ضرزخ إلى يوم يبعثون ما يرجعوا عاد هنا إلى الدنيا لا والميت يطلع من قبرة والميت معرفة شأن ذاك اليوم مرة حصل حادث في إحدى الولايات واتصلت أخت أخت الميت هذا في الحادث يتقول لهذا أخوه نسلوه عليه حادث واحترقت السيارة ودفنناه وكمت حصلناها تحت السيارة لكن حد من خواته يشوف إنا في الليل الحجرة ويدخل يحصل الكبت ضطال والثياب مطلعات أي كلام هذا عاد الحاذق النبي منهم يقول لا هذا ما أكون ما تكون السحر شوف كيف تأويلات إذا كان مالجا ضربوا يعني لا بشأن ما أكلنا السحر وبعد ذلك بيقول لك الساحر طير على ضبعة وما عرف فيش وهذا وهذا اللي غسلوه لوح هذا كلام فارغ من هين الله أذن لكم أم على الله تفترون من هين جاء هذا الكلام هذا الفكر من هين جبنا نحن نعتقد أن الله اللي يسيطر على الوجود وإلا الجن اللي يسيطر على الوجود شكرا للمشاهدة